رمضان العمامرة وزير فرنسا خيالله حرار الخراطة رمضان العمامرة وزير فرنسا وصف دقيق وعميق وصف حقيقي لهذا المرتزق الكبير رمضان العمامرة بالمناسبة إذا كان هذا وزير تعليم العالي اللي قال وزير تعليم العالي ورمضان العمامرة في قلب الفرنكوفونية في قلبها لكن هو أكثر خبث مرتين أو ثلاثة أظهر أسمه بعدين ولا ما يظهرش رمضان العمامرة يوجد في دي سيركوي على مستوى عالمي المكر العالمي موجود فيه ولذلك أنا لا أستبعد أنا لا أستبعد حتى رمضان العمامرة هذا بالمناسبة هنا ودخل في قضية التطورات اللي رأي تشهدها لعلاقات الجزائرية المغربية أنا لا أستبعد أن ما قام به الله رمضان العمامرة كان مقصود لمزيد الاستفزاز لممثلين نظام المغربي طبعا هذا لا يبرر ما قاله الممثل النظام المغربي أنا رديت عليه قبل يومين ورح نزيد نتكلم عن الموضوع هذا الآن لكن السؤال مطروح كبير هل هناك هل هناك مؤامرة تديرها الجهة خارجية لتوتير العلاقات هل هناك لأن لنظل عمامرة وطرح قضية السحراء الغربية إلى آخرين في ما يسمى بعدم الانحياس وللأسف يعني هذا العصابة هذه لم يعود عنده شيء دافع لي على مصالح الجزائر إلا قضية السحراء طيب انتوما يلاكم تقولوا هذه السحراء الغربية باش تستقل وهي مش مصلحة مباشرة لنا إحنا كجزائريين دعاك تقول لي المبادئ انتوما انتع مبادئ انتوما انتع أخلاق انتوما ساهمتوا في فصل تيمور الشرقي على اندونوسيا وساهمتوا في فصل جنوب السودان يعني كنتوا من اللي اعترفوا مباشرة فصل جنوب السودان على السودان وساهمتوا ولحد الآن في دعم السرب ضد الكوسوفو لما انفصلت الكوسوفو على السربية انتوما بقيتوا مع السربية يعني عندكم يعني عصابة هذه اللي رأي عندنا علش أنا الحقيقة غضبي شديد من من موثل النظام المغربي يعني في الوقت اللي الشعب الجزائري وهذه يقولها يا إخواننا المغاربة اللي بالتأكيد أخذتهم حمية الوطنية وحمية القطرية وقال لي كيفاش انتوما أنتوما ضد وحدتنا الوطنية او شكون شعب الجزائري باش خوتنا باش لما يقال الكلام يقال بشكل منصف والناس لما يتكلم يعني يقول كلام معقول يعني هل شفتوا كاشنهار شعب الجزائري يخرج يتظاهر يقول الصحراء غربية ولا مغربية ولا جزائرية ولا هندية ولا صينية هذا الموضوع بالنسبة لشعب الجزائري ما هيش أولوياته مش قضيته قد يكون حيث المبدأ الجزائريين يدافعوا يعني تعرضنا لاستعمار الرهيب فالجزائريين يدافعوا على الشعوب نستضعفها ولكن شعب الجزائري يخرج يرفع إعلام فلسطين قضية واضحة بالنسبة له قضية الصحراء يا إما مش واضحة يا إما عارفين أن العصابة تبناتها وخربت بها المنطقة المغاربية كلها يا إما أشياء كثيرة بالنسبة له أنا أقول لي إخواني هنا المغاربة أعطوني جزائريين راحوا وخرجوا ورفضوا الإعلام الصحراوي ما كانش أو قال لك رأيهم الصحراء الغربية صحراء غربية مغربية هذا مرات يكون هناك خصومات جزائري يسيب مغربي المغربي يسيب الجزائري يبدأ كل واحد يقول له أي شيء والجزء الكبير هو ذوباب ذوباب تعمل مخابرات مغربية ومخابرات جزائرية وذوباب أحيانا خارج البلدين أصلا شوف أنا نقول الأمور بكل وضوح وبكل صراحة يعني مش والناس اللي تبعني راي تعرف هذا كلام هذا مواقف سنلقى بها ربي أولا سنلقى بها الله وثانيا أنا نقتر من 60 سنة الآن هذه 26 سنة هذا المواقف لم تتغير وتحدى أنه واحد يجيب لي عكس ما أقول إذن لما يجوا بعض إخواننا المغاربة عن حق أو عن باطل فهموه لما فهموش يقول لك أنتوما ضد وحدتنا الترابية لا لازم لك توضح ضد لضد ما تسمي وحدتك الترابية هو النظام هو العصابة اللي إحنا هي احتلال لنا احتلال إذا كان انتوما راهي ضد وحدتك الترابية إحنا راهي محتلة شعب جزائري يخرج ويقول جينيرو غلابوبان شعب جزائري يخرج يقول استقلال 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 شعب جزائري يقول تبون مزور جابو العسكر شعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية شعب جزائري راه يشعر بالاحتلال وزاد في الفترة الأخيرة شاف راكم تشوفوا وين أوضاع الجزائري وين راحت هذا البلد الغني بكل شي شوفوا أحواله وين وصلت شوفوا الفقر وين انتشر شوفوا الضياع شوفوا المخدرات اللي تملأ البلاد إذن إخواننا المغاربة نحن نرى تحت الاحتلال إذن تم وعندكم مشكلة مع الوحدة الترابية من هذا النظام لكن لأن النظام ضد وحدتك ترابية جنتمت أو ضد الجزائر طبعا نتكلم هنا مع أصحاب القرار في المغرب ومن بعد يتبعوا ويتبعون كثير من خاوتنا المغاربة بشكل أو بآخر طبعا كان كثير من العقلة قال لك نحن لن نجر لهذه الصراعات وهذه بين النظامين إلى آخره لكن حتى لو افترضنا بالنسبة لإخواننا المغاربة مش تكون الأمور واضحة أنت راح خصومتك مع العصابة اللي تحكمنا إحنا وإحنا عندنا خصومة أكبر منك مليون مرة مع العصابة اللي تحكمنا إحنا الشعب الجزائري في لحظات راح في حالات العصابة راح في حالة قلق شديد عندها انتفاضة الجنوب وعندها انتفاضة الشعب ككل وعندها الحراك وعندها الآن شدة عشرات الآلاف تنزلهم كل جمعة العاصمة وآلاف للمدن الأخرى وعندها المال الذي ينضب وعندها الصراعات ما بين 31 جنرال لا يوجد هذا في أي مكان في العالم 31 جنرال في السجن وبعضهم تعرضوا للتعذيب شديد 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 وبعضهم أقبيرة دفنة معناها هناك صراع كبير وتبون هذا غرقهم أكثر معناها هذه العصابة راح يتغرق تجون تومع الدرجة لما تتفكر في الموضوع هل هذا الممثل المغربي هذا اللي يسموه السفير المغربي هل كان عاقل وشاه يقول هل هذا القرار صدر من السحاب القرار في المغرب أم أنه كان تسرع من حاكي من سفير هناك هذا السؤال الأول وإذا كان تسرع لماذا لم يصدر أي شيء بعد 48 ساعة إلى درجة أعطيت أيضا فرصة أخرى للعصابة لإحلال شعب جزائري في معركة معها أنا اليوم تقوم بسحب السفير الجزائري كما سموه من المغرب وهما أنا قلت لكم نول بارح أنا متأكد أنا كثير منهم ثملة حتى سقط على الأرض فرحا بالموقف لإخذاه هذا المسؤول المغربي وقلت أنا عليه السفيه وما زلت أقولها وبعض الناس المغاربة ومع جموش حال إخوان لازم تكون هذا ما رأيش القضية هنا ما يجد تتعلق الجزائر هنا ما يجد تتعلق بقضية النظام هذا الضرب هذه طعنة خنجر في ظهر الجزائريين وهم يواجهون العصابة والعصابة في لحظاتها الحرجة هذه طعنة في الظهر لأن عندما تتكلم أنت وتقول الاستقلال الشعب القبائلي يعني القبائل هذا يروحوا يدوا 1% ويجدوا 99% من الجزائر هذه واحدة والحاجة الثانية في الوقت المنطقة القبائل اليوم سيقلب الحراكة يعني هل يراد ضرب أيضا قلب الحراكة كما ضربت العاصمة وضربت عنابة وقصمطينة ووهران هل هناك من أوحى لهذا المسؤول لكي يقول هذا الكلام هل يعي ما يقول هل يعرف أن هذه القضية تعني كل جزائريين وبالعكس نحن النظام لكي نزيد نذكر بارك إخواننا في الجزائر وفي المغرب وفي غيرها قبل أسبوع وعلقتنا على الموضوع هنا ونسرى وتابعته مخرجين معلومات وقال لك أن يلقى القبض على مجموعة من الجنرالات وعلى رأسهم الأمين العام لوزارة الدفاع عبد الحميد غريس ليس سبب فقط الفساد ولكن لأنهم كانوا يترأسوا مجموعات ذبابية كانت دارة المؤامرة اللي عرفت بالنوفمبرية الباديسية والنوفمبرية الباديسية بريئين منهم بريئين منهم إلى يوم الدين لكن هم استغلوها باش يضربوا منطقة القبال والحقيقة يستغلوها باش يقسموا الجزائريين الحراك والجزائريين وأحرار الجزائريين واجهوا ذلك ودفعنا ثمن وشوهونا تشويه رهيب وهجمونا ونشروا الأكاذيب ونحن سعداء بذلك لأننا واجهنا مؤامرة هم الآن يسموها مؤامرة كانت ستؤدي إلى تكسير جزائر وإلى تدميرها وربما إلى حرب بين الجزائريين يعني الجنرالات اللي هم كانوا ماشيين في هذا وما استطاعوش والحراك هزمهم والآن أصحابهم اللي متضربين معهم خرجوا هذه المعلومات اجيوا انت تعاووا تخرج هذا الموضوع معنا باش تقسم الجزائريين وإن كان أنا عارفين الموقف تاع 95 إذا ما قلش 99% من القبال أن بالنسبة ليهم الجزائر كلها أرضهم مثل ما سكان عنابة أو قسمطينة أو الجلفة أو تمراصة الجزائر كلها أرضهم لكن تجي تحط هذا الملف يعني أنت ما حطيتوش في أوضاع اللي كان حتى عندك فيها 11 كما يقال النظام كان غارق في 90 وكان داخل في حرب ضد شعبه وضد الجماعات وضد وضد ما ترحتوش وما ترحتوش وإن النظام في أوضاع سيئة الآن النظام يتهاوى بدربات الشعب الجزائري وبتناقضاته وبسرعاته وبخصوماته وبرداته وبفشله تجي تعطينه أنتا حبل النجاة وتعطي اليوم مخرجين كل السفهاء اللي في الجزائر هذا رئيس حزب فلان وهذا رئيس الحزب فلاني وهذا رئيس البرلمان وهذا رئيس الصين وهذا كل اللي يأكلوا فيها موال الشعب الجزائري وينهبوا فيه يلقوا قضية يعني يولي تعال ارندي أو انتع لفلان أو انتع بن جرينا أو يولوا هذا عندهم قضية يدافع عليها وتحرفونا المعركة اللي هي معركة شعب يريد دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون أنها تصبح معركة ما بين المغرب والجزائر أو نظام المغرب والجزائري ثم القضية هنا كما قلت هاذ القضية ما تعنيش النظام الجزائري بالعكس هو يريد تقسيم الجزائريين أصلا هو يريد تقسيم الجزائريين أصلا معنى أنتم راكوا مزودتولوا راكوا مزودتولوا راكوا مزودتولوا وحكموه فيها وجايبين هذا من يشعرف خبير وهذا من يشعرف با հيش ويتكلموا وقاى يصبحوا وهام سحب السافرون نقول لكم يوم يومين لو كان يبقى الموضوع هذا المطروح ممكن يعلمه على قطع العلاقات دبلوماسية والتجارية مما يعني قطع العلاقات الأخرى أيضا وبذلك يعني قطع الطيران وهذا يؤثر في مئات الألاف من العسر المغربية والجزائرية اللي كانوا ينتظروا في نهاية الكورونا باش نستهى للأسر تتزاور إلى آخره ويزيد الجنرالات اللي نهبين الخازينة يزيد ينهبوا باش يشيروا السلاح الآن يقول لك هاو المغرب هاكم تشوفوا ما سمعتوش المغرب يريد تقسيم الجزائر ومليون شيء آخر لو كنا نبدأ نعدد فيه واش يستفيد تستفيد العصابة من هذه ولذلك أنا أدعو أصحاب القرار في المغرب أن يسحبوا هذا التصريح لأن العصابة استفادت منه إلى أقصى الحدود اللهم إلا إذا كان لأن أيضا من الأخطاء الكبرى هو أن الناس يقولوا قلتوها الآن لما ولت هناك علاقات مع الكيان الصهيوني ولت علاقات مع الإمارات والإمارات تريد تمزيق المنطقة المغاربية كما مزقت المشرق العربي هل هذا جاء بتحريض صهيوني إماراتي؟ أو على الأقل إماراتي؟ حتى إذا كان مجاج من عندهم يكون هناك الانطباع لأنك قلتو هذا الكلام لأن هذا مطلب إماراتي والإمارات تريد تمزيق الجزائر وتمزيق المغرب وتمزيق ليبيا وتمزيق تونس وتمزيق موريطانيا وتمزيق مصر وتمزيق كل أقطار المنطقة والآدلة موجودة بشكل رهيب حتى بن سلمان اللي كانوا وصلين معاه وكذا ومانيش عارف فهم دخلين معاه الآن في معركة طبعاً يروحوا يتشاموا وبنيوفهم غدوة تشوف بن زايد في السعودية كل واحد يتبوسوا وبأنوفهم لكن خلاص فهموا الأخرين السعودية وبذلك قبعة قليل تشوفوا معارك ما بين السعودين والإماراتيين في اليمن عن طريق الجماعات المدعومة إماراتيا وفي أماكن أخرى هل هذا معناه بن سلمان جيد؟ لا لا لكن البشاعة الكبرى هي في بن زايد اللي يريد تحطيم الجميع لأهداف عالمية وراء جهات خاصة إذن من أعضى لهذا المسؤول أن يقول هذا الكلام في هذا الوقت لأنك حتى عند الناس يقول لك رك قلته لأنك رك تحس باللي رك تتقوى بالإماراتيين بالصهاينة إلى آخره وأعطيته فرصة لهذه العصابة اللي إحنا ما سموهاش نظام أصلا وللشعب الجزائري يخوض معركة شديدة ضدها باش تجي وهو خنجر في ظهر الجزائريين ومرأة أخرى أقول المشكلة على الصحراء مفتعلها الشعب الجزائري الشعب الجزائري مفيده شيء كين جزائريين مع الموضوع؟ كين كين جزائريين ضد الموضوع؟ كين لا نعرف عدد الجزائريين اللي هما مع الصحراء الغربية أو مع الصحراء المغربية لا نعرف ولكن الأكيد اللي نعرفوه وهذا فاكت هو مكش شعب جزائري يخرج يتظاهر من أجل استقلال الصحراء أو عدم استقلالها أو مكانش ما الخضيهم لا تعني شيء شعب رهي احنا الناس رأي تعاني بالعطاش الماء الأكسجين الجوع البطالة التعطيل السكن المدارس طرقات لكن تمر ميته الآن حبل النجاة لهذه العصابة بس يجيب ناس شهر ولا عام ولا عامين خاصة إذا أبقى في التصعيد وهما حابين يصعدوا ولا نقولها لكم ومن قلب المصدر يعني من قلب قلب العصابة قال لك فرحانين بشكل كبير وراحين يصعدوا وفي هذه الجزائريين كلهم يعني تقول لي هنا مش قضية مقاوم ومعارض وعسكري ومدني وداخل هذه قضية رأيك جاي باش تقول نكسر جزائر إذا تارك متألم لأن العصابة اللي تحكمنا وإحنا فتحت الاحتلال راهي لا تريد لوحدتك الترابية أن تكتمل فكيفاش انت تجي لبلد 132 سنة استعمار ملايين شهداء بما فيهم خوتنا المغاربة وتوانسة وغيرهم اللي قاتلوا معنا ثم يجي بلد خوتنا شقاءنا يجي يقول لك لا واستعمار استعمار منطقة القبيل فرنسا اللي تريد تقسيم الجزائر ما قالتهاش فرنسا اللي صنعت كل شي باش تقسم الجزائريين ديفيزي بورريني هذا هو الشعرات على استعمار ما يقدرواش يقولوها الآن يجي يقولوها أخواتنا الأشقاء انتعنا هذه لا تساوي ذيك كون أن النظام يعترض وداخل معاقب في المعركة على قضية الصحراء شعب الجزائري ماهوش معني وإذا قلت إذا كان هناك من هم معنيين أنا نعرف ناس هم معنيين وقل لك احنا معاقب تقرير المصري للصحراء الغربية رأيه مستحب قرار وكان جزائر وحدة أخرين يقول لك احنا معانا هذا الصحراء مغربية علش ندخلوه في المخصومات وفي المشاكل رأيه مستحب قرار في نهاية المطال وقلنا وعدناها عدة مرات أن تحرر المنطقة وسقوط العصابة كلها وبداية بالجزائر يؤدي إلى قيام نفس آخر وأجيال أخرى وتفكير آخر وتجي حكومة مدنية في الجزائر تفكر تفكير آخر ويكون هناك نقاش على كل المشاكل مش فقط مشكلة الصحراء ما زال العصابة هذه نتيجة لبعض المتنطعين في المغرب اللي تكلموا على الصحراء الشرقية وعلى القناتسة وعلى بشار وعلى تندوف تغتنمها العصابة أنا قيلت لي في المرة الوحيدة اللي رحت فيها للمغرب في 2015 ورحت تعاطفاً وتضامناً مع إخواننا المطرودين في مثل في مثل هذا التاريخ بالهجري العيد الكبير بتاع الخمسة وسبعين جاذك الوقت في الشتاء العيد الكبير في ديسمبر قاموا بطرد خمسة وربعين ألف أسرى مغربية أغلبهم كانوا يظنوا أنفسهم أصلاً جزائريين وكانوا عايشين في كل الجزائر خاصة في المنطقة الغربية من أشرف على الطرد بوتفليقة اللي كان عايش في وجدة ولذلك كان جزائرين كثير يتكلموا على الإمار وكان كينو جوفيرن وكان مغاربة يتكلموا على الإزالجيرين كينو بوفيرن خطيكين وكان جزائرين في الأيام على استعمار حتى يسمونهم ديزيام فرنسي وإحنا اللي حكموا الجزائر كانوا عايشين جزائرين منهم عايش في المغرب مش معنا اللي عايش في المغرب ناس تنظر له لا لا بالعكس ودائما الجزائرين ينظرون بفخر كبير أن تونس والمغرب خاصة استقبلوا مئات الألاف الجزائريين اللي كانوا كل مرة يهربوا نتيجة الاستعمار المدمر الجين تاتا تعطي له فرصة ويوجه الأنظار ويوجه ويحرف البوصرة بعض الجزائريين الآن يقول لك آه بلاد نراه فيه خطر هاو المغاربة يقول لك نقسم الجزائر نحن هاكم قدرتوا خطأ استراتيجي هائل لن يقبل أي جزائري أي جزائري تحت أي ظرف كان أن يقسم بلد ولن يقبل أي مغربي أن يقسم بلده ولا تونسي ولا ليبي ولا لكن المعركة حول قضية الصحراء هذه ما هيش معركة الشعب الجزائري كما قلت كاين جزائريين من ناحيتين لكن لا أحد يعرف مدى لو كان قدر يستفتاء في الجزائر ما رأيك في قضية الصحراء مثلا كمثال لو كان عندنا إعلام حر يقوم لكن أنا على يقين أن الأغلبية العظمى من الجزائريين اليوم خاصة في هذه السنوات الأخيرة رغم يشوفوا بلادهم في اللعب فمن بالك يجي تفكير في الصحراء وفي غيرها ومع ذلك يبقى والسحار والمغاربة والجزائري نحن كلنا خاوة وكيفاش ما نوصلوش العقل أنا لما قلت أول أمس أن للأسف الموضوع رفعوه للأمم المتحدة لأنني أنا بالفعل أنا ضد أنا شخصيا ضد أن ترفع قضايا أنا نحن جيران وخاوة نرفعوها للآخرين ما هي الأمم المتحدة مجلس الأمن ما هي مجلس الأمن الخمسة الكبار الفرنسيس البريطانيين الصينيين الروس والأمريكيين ما فيه مش حتى مسلم أصلا ما فيه مش حتى واحد مسلم وكلها قوة استعمارية بشكل أو بآخر بس هل يرفع الموضوع للأمم المتحدة المغرب قبل أنا رأيي لو كان جيد صاحب قرار في المغرب ونعتبر هذه أرضي نقول لهم ما نعترف لا بالأمم المتحدة ولا بالمينرسو ولو هذه أرضي وأنا مستعد نموت من أجلها وانتهى موضوع الأمم المتحدة لو كان جيت أنا صاحب قرار في المغرب ونرى الأمور مثل هك لكن إذا النظام المغربي رسميا قبل بأن ينقلها الأمم المتحدة أنتم ما اللي درتوا الخطأ كيفاش أرضك تقبل أن يناقشوها الآخرين مدام تدقل أرضك لماذا تقبل أن الآية نقشوها الآخرين أرضك تموت من أجلها والضحي من أجلها بما فيها سبتة ومليلة إذن إخواني لازم الوحدي يوسع النظرة ويعمق النظرة ولا يقول الجزائرين المغاربة بالمناسبة راهي لو كان لا قدر الله تقوم حرب صحيح القرار الحرب هو قرار القوى الكبرى ما يسمحوش للنظامين لكن ممكن القوى الكبرى تشوف في لحظة معينة خلينا نزيد وندمروهم مثل ما حدث بين بين العراق وإيران ثمن سنين تعدمار هائل وبعد شوفه نسلط أو أماكن أخرى لو كان تقوم حرب لقدر الله راه يموتوا الجزائرين والمغاربة والشعب هو اللي يتدمر أبناء الشعب هم اللي يموتوا لا من هنا لا من هناك جنام شحن قاتلوا راح يجيبوا الدرام يجيبوا الأسلحة ورحوا يتمتعوا في أوروبا ورحوا معرفين البقية أنصح إخواني في الجزائر وفي المغرب أن لا ما يدخلوش في خصومات وفي سب بعضاهم في تهجم بالنسبة لخوتنا المغاربة ما همش الشعب الجزائري اللي راه ضد الوحدة الترابية تاك القضية هذه راهي قضية نظام اختار هذا الطريق وأنا قلت باش نعود نكمل في مثل هذه الأيام روح بذلك الوقت إلى أنا ما زورتش المغرب من 91 إلى 2015 ولعل يذكرت هذا من قبل لكن عاود نذكرها لأنه فيه خصة يعني سرعت ولماذا؟ كانت تجيني دعوات من قنوات ومن بعض المؤتمرات وقلت لهم أنا لن أزور المغرب المغرب وطني نشعر بوطني لك مش هنزوره ما نعطيش فرصة لعصابة يقول لك ها ها مجمعة المغرب ها ومنش عارف الاخر احنا ما نرتبطوش بالدول كمعارضة نحبوش نرتبطو وأيضا لا أريد أن يكون هناك أي شبهة لأن احنا نرفض رفضة المطلقة أن تكون أي شبهة مع أي دولة كانت مع أي نظام كان مع أي بلد كان والمعارضة التي تلاقى مع دول أخرى ومع أجهزة أخرى هي معارضة في النهاية ستنتهي إلى العمالة ليس أكثر لكن في موضوع هذا المطرودين شعرت بأن كجزائري من حقنا أن نوسوهم ونقول لهم ها نحن مطرودين من بلادنا ورأو كان جقر الشعب الجزائري الحر ما يقبلش يطرى 300 ألف أو ما يزيد في يوم العيد وتنزع منهم أملاكهم واذهب تاحهم والمال تاحهم في الغالب وبيوتهم وكثير منهم موليدوا في الجزائر لن نقبل بذلك هذا ظلم عظيم وقلت هذا الكلام وما زلت مقتنع بيه وسأظل أقوله لكن في الحديث خرج واحد قال أستاذ جامعي ما نشعر فيه جامعة شكون وكذا وبدأ يتكلم وقال أن الجزائر سيدخل فينا 17 دخلة في الأراضي المغربية وأن كان 17 نقطة هذا يسمي يروح أستاذ جامع 17 دخلة يدخل فينا الجزائر وهذا الأراضي التي رأي محتلتها الجزائر هي أراضي مغربية ونحروها كنت أنا أعطوني أخواني هناك عقاموا بالتبجيل على أساس أن كنت رئيس الجلسة الصباحية هذه وكانت هي أول جلسة حطيت وقلت لما أنا أتنحها من الجلسة وما نشرع إيسها باش نقدر نتكلم بحريتي وبعد ما كمل نوت وقلت له شوف إحنا رانا ضد هذه العصابة ورانا نقاوموا فيها ورانا ندفعنا الثمن جزائرين دفعوا الثمن من الاستقلال وندفعوا الثمن وأجيال دفعت الثمن وأجيال طحن الطحن لكن لازم تفرقوا ما بين النظام ديكتاتوري مستبد عصابات وما بين الأرض الجزائرية والشعب الجزائري والبلد الجزائري البلد الجزائري والأرض الجزائري لن يقبل أحد أن تمس وقلت له نحن ندعوكم إن شاء الله تقوم دولة شعب الجزائر ندعوكم إلى إلغاء الحدود والسدود بين الشعبين وإلى قيام نهضة اقتصادية حقيقية وأن يصبح الذي ساكن في تيتوان يسكن في عنابة والذي ساكن في القيروان يسكن في وجدة والذي ساكن في وجدة يسكن في لغوات وهكذا مثل ما رأى الالتحاد الأوروبي الأوروبيين أراضيهم كلها دماء تقاتلوا طول عمارهم من الحرب العالمية الأولى والثانية كانت حروب أوروبية أساسا لكن الآن الفرنساوي يسكن عادي في إسبانيا والإسبانيولي في في إيطاليا والإيطالي في ألمانيا وهكذا حتى البولون وحتى الآخر الآن هرام سبعة وشرين كيفاش إحنا ليجمعنا كل شيء تفرق بين الحدود والسدود والعقول المغلقة إذن نرغي حتى الحدود وهذا السدود ونبني مغرب كبير لكن إذا كان كل واحد يقول لك لا أنا نبقى في وطني ونبقى بالحدود ونقول لك لا هذه الحدود إذن إحنا قاتلنا معا بها إلى آخر لحظة أبائنا وأجدادنا قاتلوا إلى آخر لحظة هي موروثة على الاستعمار نعم هذه الحدود ولكن هذا قرار قبلاته الدولة المغربية وقبلوه المغرب منجوش كل مرة لأن بهذه الطريقة تعطوا فرصة للمجرمين اللي حاكمين الجزائر قهرا وغسبا باش يقول لك ها شفتوا قلنا لكم وام طابعين في الجزائر قلت لك يتقول لنا الجزائر دخلة في الـ 17 دخلة هذا كلام يتقال هذه حدود قبلوها النظامين في الآخر المطاف كانت اتفاقية إفران في 69 وكانت اتفاقية الرباط في 72 آه عفوا في 72 وكانت تبادل الوثائق في 92 وكانت توقيع هذه الاتفاقيات في الأمم المتحدة في 2002 خلاص يبقى طول الوقت هالحدود نتاعي لا زلت لي هنا ديتل 100 متر ديتل 200 متر خلاص هاي نحو كل حدود هذه ونبدأ نغرب الكابير إذا بقات الحدود خلاص للأسف رح نحتفظه بالحدود اللي موروثة على الاستعمار وإلا رح نتقاتله والقتال اللي واش معناها؟ قتال خاوة أمازيغ أمازيغ عرب أمازيغ مسلمين مسلمين مالكيين مالكيين وجوهنا كيف كيف أشكالنا كيف كيف حتى لهجاتنا لهجاتنا في الغرب الجزائري هي نفس اللهجة المغربية ولهجة الشرق المغربي هي نفس اللهجة الجزائرية في الغرب وهكذا حيك وعائلات مشتركة نبقى وندخلوا في الخصومات وفي الصراعات والملايير دولارات تصرف على الأسلحة وتروح لتجار السلاح وللشركات السلاح ولبعض جيوب الجنرالات وما لكم إخواني ما لكم لازم واحد شوي يثبت عقله ولكن الأخطر كله هو ونحن نواجه والشعب الجزائري اللي كان عنده شك هاي الانتخابات تبتت ذلك والشعب الجزائري واجه في هذه العصابة قولي إخوانا المغاربة ما تطعنوناش في الخلف خلونا نواصلوا معركتنا مع العصابة ويجي حكومة شعب ذاك الوقت إذا كانت أي شيء مطروح يتناقش ويتم النقاش حوله بكل أخوة موش عن ضرق الأمم المتحدة لمرة أخرى أقول أن المغرب هو اللي يقبل بيها وما زال قابل بيها أصدر قرار وقولوا نحن لن نعترف هذه أرضنا ولن نعترف بالأمم المتحدة وتدخلها وانتهى الموضوع لكن مدام تعترفه الأمم المتحدة خلاص هذه المشكلة أنكم قبلتوا أنكم تلتجوا للاستعمار العالمي اللي يسمى الشرعية الدولية خلاص هذا مجدن بالشعب الجزائري هذه قراراتكم أنتم قرارات حكامكم ملوككم مع ذلك أقول لإخواني في الجزائر وفي المغرب وفي المنطقة المغاربية كلها لأن كلنا متضررين يجب أن تفضل العقل والحكمة والأخوة لحل المشاكل نحن أسرة واحدة الأسرة الواحدة إذا كانوا عقالاء وكانوا ناس متربيين ما ينظروا في تقاتلوا من أجل كلا مدامهم أسرة واحدة أما إذا كان هناك اللي يخذى من هنا ويدخل الذباب من هناك ويدخلوا المرتزق خاصة هذه الحزيبيات اللي كلاوا ضربات شديدة الآن كلهم ظهرين في تلفزيونات كانوا مثلوا الشعب الجزائري فأنا نقول للمغاربة للأسف لكن قدمتم هدية ما كانش العصابة تطمع بها ربما الخبثت العمامرة ادفع واستفز لكن العمامرة هذا راهو اسم جزائري فقط هاكم سمعته أهل منطقة هو قبائلي هاهم أهل منطقة من القبائل فخاراتة سمعتوه وش يقول أنا طبعا ما نظلوش لأنه قبائلي ولا غير قبائلي هذا لا يعنيني أنا دايما نحن نشوفوها من هو مع العصابة ومن هو مع الشعب وهذا هو الشعب الجزائري المقياس نتاعه احنا ما يمناش هذا وين ولد والله وش كان تمو ولا ش كان باباه والله والله لو كان يكون الوالد نتاعي ظالم نكون ضده أو الوالدة أو بنتي أو بني أو أي قريب مني وأكون مع المظلوم والله لو كان يكون عدوي إنصاف يا إخوان الإنصاف والعقل والحكمة لحل المشاكل خلوا الشعب الجزائري يطيح بهذه العصابات تقوم دولة مدنية وتطرح كل المشاكل كل الخلافات كل الخصومات تحطوها في الطاولة وينقشوها اللي يكون في يدهم القرار في الجزائر ينقشوها مع أخوتهم في المغرب بكل أخوة وبكل صدق والتعهدات تكون تعهدات الرجال من هنا ومن هناك